اشتركوا في القناة استاذ عماد من يمكنه ان يخلص كنا شفنا هذيك المرة انه نحنا كنا محبوسين بالخطية لانه المشكلة هي الخطية اللي بتجعلنا انه ما نخلص وفتنا حتى بتفاصيل اذا بتتذكر الخطية وهالامور بقى قبل ما نرجع نشوف شو الجواب وكيف رجع الله يعني حررنا من الخطية خلينا نقول انه الله هو محبة مصبوط هكي بقول الكتاب كل شي خطية هي نقص بالمحبة يعني تكون كتير سامبل للخطية لانه وقت في ناس بشي يفوتوا هيا خطية ولا هيا خطية وهي دي اكتر كل شي نقص من المحبة هي خطية يعني اذا بتشوف كل الوصايا العشرة وكل شي تاني هو نقص من المحبة يعني اذا انا ما بكره بي وامة هي نقص من المحبة اذا انا بذنك نقص نقص من كل شي مش ما انه محبة كاملة انا بالخطية مش ان هاك اللي بقول انا بعمل اشي منيحة مش معناتها انه هو بلى خطية لانه ما حدا عنده محبة كاملة يعني يسوع شو اسمه عامل ريزيومي بقيتان قال احبب من كل قلبك وكل عقلك يعني من الكل اذا من بالكل يعني من متممة وما حدا بيقدير يكون بكل قلبه وفكره وعقله ومحب لالله والوصية التانية اللي قال احبب قريبك كنفسك منجرب بس ما في واحد يقول انا ايه دايما ولا مرة الا ما بحب قريبك نفسك بهول اتنين منظلنا نحن مثل محبوسين اذا بدك بالخطيئة بدنا شو بدنا بدنا حل بدنا مخلص نحن ما فينا نخلص حالنا هون اجا المخلص بتقول كلمة الله بيوحنى 316 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الاوحد او الوحيد كي كل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له شو الحياة الابدية سو الحل هي بشو بالايمان بيسوع المسيح يعني مش بالاعمال الحل هي بالايمان بيسوع المسيح بس امن بيسوع المسيح بتكون ايه شو حياة الابدية شوف شو هيني لانه في ديانات هلا اخدين من الديان المسيحية الديان المسيحية كانت كتير سامبل بتشهد انه يسوع هو رب ع حياتك وبتقامن فيه انه هو ابن الله بتكون صرت مسيحة بتكون قول رادي نيلت الخلاص هالقد هيني المسيحية وهالقد خبرية حلوة بوش رسارة هالبوش رسارة هالقد مش بالاعمال وبتدعم هاديك هلا برجعنا نحكي فيها على موضوع الاداسة خلاص والاداسة ولكن الخلاص هو الشهادة بالرب يسوع كلمة الله بتقول بطريقة كتير سامبل بروما عشرة روما عشرة اية 8 بيقول الكلمة قريبة منك مربولوس الروح الادس بيد مربولوس الكلمة قريبة منك في لسانك وفي قلبك ان كلمة الايمان التي نبشر بها فاذا شهدت بلسانك ان ياسوع رب وامنت بقلبك ان الله اقامه من بين الاموات شو بيصير شاربيل نيلت الخلاص ضان وبسي اذا شهدت بلسانك وايمانت بقلبك مين بيعرف الايمان بالقلب الله ما فينا نفحص ولكن نحنا منقدر نعرف اذا انسان مؤمن ولا لا من شو قال انتبهوا عن الناس اللي بيجوا بتياب حملين وهن ذئاب خاطفة قال من شو بتعرفون انا بعرفهم لانه انا بفحص القلوب الله عارف كل شي مش كل مين قال يا رب يا رب هذا الله عارف كل شي ولكن نحنا كيف نعرف خيش شاربيل من ثمارهم ومن ثمارهم من ثمارهم هون تجي الاعمال هون تجي الاعمال تتبين انه انا مظبوط مخلص انه انا مظبوط مسيحي مش بعمل اعمال تقرضي الله وقال له يا رب خلصني لانه ما راح يقدر يحضرني دايما بالخطيئة مشان هاك بيقول بيحنى ثلاثة ثمانتعش فمن يؤمن بالابن يؤمن بالابن لا يدان ما في دينونة على المؤمنين في حساب كنت امين على وزناتك خد اداسة ما كنت امين وكنت امين على ايمانك ما نكرت ايمانك انت مخلص فهم بقول فمن يؤمن بالابن لا يدان ومن لا يؤمن به دين لانه ما امن بابن الله الاوحد ما في الا الايمان بالرب يسوع اللي بيعطينا خلاص هاي دي البشرة السارة وهي مسؤوليتنا انه نحن نحكي عن يسوع واللي بيرفضه يصطفل منه للرب ما منقول نحن هيدا رايح الكنيسة ما بتحدد من رايح الهلاك ولكن منعرف انه الذي يؤمن هو يخلص يمكن الرب يرجع هو بي بما شئته يقرر على ناس وناس وعم نحكي هون عن ايمان مش على ولادة مش لاني انا خلقت مسيحي يعني انا خلاص نحن المسيحية لأ بديكون انا عن جد مؤمن بالرب وامسلم حياتي للرب نكون يعني مسيحية بافعالنا مش بس انه بالاسم وعبتزك عن مسيحية مظبوط هاي دي لانه بيكون المسيحيتك بتكون اعمالك عم بتبرهن انه ايمانك مظبوط كيف هو ليك هون كان عم بتقني من يمكنه ان يخلص شوف بغلاطية ثلاثة شو بقول مربولوس لكن الكتاب حبس كل شيء تحت سلطان الخطيقة حتى ينال المؤمنون الوعد المؤمنون ينال الوعد لإيمانهم بيسوع المسيح فقبل ان يجيء الإيمان كنا محبوسين بحراسة بحراسة الشريعة تينكشف الإيمان المنتظر ما كنا نطرين الإيمان بيسوع نطرين يسوع المسيح المنتظر بس نكشف قبل كانت الشريعة بتقدبنا مؤدب لألنا إلى أن يجيء المسيح شوف الشريعة ما بتخلصك يعني الأعمال ما بيخلصوك كانت تقدبنا تقلنا ما تعمل هيك عمول هيك يعني تقوم لنا طريقنا مظبوط إلى أن يجيء المسيح حتى نتبرر بالإيمان نتبرر يعني نصير أبرار يعني نصير نصير بلخطية بيشو منصير بالإيمان بيسوع المسيح ما جاء الإيمان تحررنا من حراسة المؤدب شوفوا فأنتم كلكم هلأ أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع هللويا واو نعم طب أستاذ عماد إذا بدي ألعب شواء دور محام الشيطان نعم كنا عم نحكي أنا وحضرتك قبل بشواء عن المحبة والمحبة والمحبة نعم منوصل كتير لوقت منقول إنه ليكوا هالإنسان شو بسيط قد ما بيحب يضال فيد بالحيط يعني قد ما عنده هالمحبة وقلبه طيب وطأي وكذا ما في حيط ما بيفوط فيه فشو تفسيرك لها المقولة يعني حسب شو الحياة على عامة إنه ما في بس محبة في حكمة كمان لازم الإنسان هي ما وهب روح الأدوس آه كلها بس لازم نحنا بالمحبة كمان نكون عنا حكمة ونعرف نكون مزبوط خدام ناشحين بوزناتنا لأنه الرب دعينا كلنا للأداسة وان ما كنا نكون بده إينا نكون ناشحين ما بده إينا نكون بس بمحبة فاشلين يعني والمحبة المحبة إلها إلها موضوع مثلا الغفران مش إنه المحبة أنا إكلها كف ودير كفة تاني يعني ما هو يسوع قال ما نضربك على الأيمن دور له الأيسر ولكن بس ضربه كف حارس الرئيس الكهنة ما در له التاني ما أصبوط قال له إذا قلت شي غلط إلي وإذا ما قلت له شو عم تضربني يعني مش هوات إنه عذاب ومن مجد الألام والتضحيات اللي بلى معنى لأنه في عنا ألام يسوع المسيح اللي هي مجدته ومجدتنا لأنه فتحتنا الحياة الأبدية ولكن لازم نكون فارحين عايشين ناشحين بكل شي عم نعمله ونقدمه للرب يعني طب أستاذ يا مات كنا كمان عم نحكي أنا وحضرتك أنه نحن كمسيحيين بأفعيلنا بإيماننا نحن مخلصين نحن بإيماننا مش بأفعيلنا مخلصين كمسيحيين طب مدام نحن نحن مخلصين وخطيانا مغفورة لم من أمم نخطئ مخلصين نحن تهمت عليك في كتير ناس بيقولوا هالشي بس أنت بس تكون مخلص يعني بتكون مؤمن بس تكون مؤمن قلت قبل بشوي يعني بتكون تلميذ لإيمان مش أنه أنا بس قلت أنه أنا يسوع ابن الله لأنه هيك بقول والشياطين أيضا تؤمن الإيمان بإيمان هو أن أنت تقول يسوع هو رب ما قال تعالن أن يسوع هو رب وبس تقول هو رب يعني أنت بدأ تكون تلميذ لإله يعني هو معلمك تقول يسوع إن أحببتموني فعلتم وصياي حفظتم وصياي عملتم بوصياي من ثمارهم تعرفونهم بعدنا عم نقول رب لأنه عارف أنه نحن ما منقدر نوصل على على أنه نوصل للكمال لوحدنا عطانا نعمة النعمة هي الروح الأدس والنعمة هي غفران الخطايا لأنه ندفع حقه دم يسوع المسيح على الصليب قربينا عيد الصليب نحن هلأ هاي دي قوة الصليب لشان هيك بقول ماربولوس إن الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين شوف قديم أكد أن نحن مخلصين فهو قوة الله نحن مخلصين ولكن أنا إذا أخدت هالنعمة اللي أخدت بقول حيث تكثر الخطيئة تفيد النعمة بس مش تضل بالخطيئة لأ تتحول وتسير مدعو لأداسة يعني أنا في الخلاص شي والأداسة شي أنا أخلص لأن مؤمن بالرب يسوع مظبوط ولكن بس أخلص أنا مدعو لأداسة وكيف تفهم الرسل والإديسين وكل الناس اللي بيخدموا وبتلاقيهم عم بيضحوا بأمور كتير ويمكن في شدة هلأ أوقات في شدة للي بيكون عم بيخدم أوقات لأنه في صراع يعني نحن بصراع بصراع مع قوة إبليس ومليكته ومية شغلة يعني ملنا هيك متركين لكنيسة ولكن ألثكوا أنا قد غلبت العالم الأبواب الجحيم لن تقوى أمامها أو عليها لأنه رايحين نفتح بويب الجحيم ونترك بس نحن في صراع في صراع ضد ضد صلاطين روحية وكتير أمور مشين هيك الكتاب والكلمة بتقلنا ألبسوا سلاح الله الكامل في بشرة وعملينا بآكس عنا سلاح الله الكامل يعني أنا ما في يكون هيك رايح بلا سلاح الله بدي يكون متمنطق بالحق عارف كتاب الإنجيل عارف تعليم الكنيسة تأقدر واجه هالأمور كلها وقالها بكون سازج والرب بده حكمة ما بده ناس بسطاء أو قد كتير بيقلك صار شي مع بسيط الموضوع مش بساطة الرب بده رجال الكنيسة بده رجال بده رجال تكون قوية تكون ملتزمة تكون وقفين على إجراء اثنان الامتحانات اللي بتصير معنا الشدة اللي منعيشها هي بتقوينا بتعطينا صبر بتعطينا رجاء ورجاءنا بيقول مربولوس لا يخيب لأنه الله سكب محطه فينا لأنه عنا أمل اللي بيفرقنا عن غيرنا أنه عنا رجاء هذا الرجاء ما حدا عنده إيه الرجاء يعني أمل أكيد بالإيامة لأننا مخلصين من هون ورايح علينا نكون بالأداسة ونعيش هالنعمة بقلنا الكتاب موضحة هؤالأمور اللي بيقولوا وهتا نروح نخطي لأنه مخلصين أنا بدعيهم يرجعوا يقروا الرسيل ويشوفوا أنه نحن مدعوين لأداسة إذا فيها أعطيك مثلان مثلا أكيد بيقول بأفاسوس 2 كتير مهم النقرية بيقول مربولوس فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان في أوضح؟ أوضح من هاك ما في بنعمة الله نلتم الخلاص مصبوط نلتم في مسيحية بعده مش عارف أنا أخي مخلص مش مخلص أنا مخلص نلتم الخلاص بالإيمان فما هذا منكم ما أنه منكم يا حبيبي بل هو هبى من الله وقال لما بيكون اسمه نعمة هو هبى من الله ولا فضل فيه للأعمال هذا مش رأي هذه الكلمة لا فضل فيه للأعمال ليه؟ حتى ما حدا يفتخر حتى لا يحق لأحد أن يفاخر نحن خليقة الله ما نحن منقول ولدنا بجرن المعمودية صرنا ولاد الله كيف ولاد الله هيك بالإيمان وبالمعمودية لأنه قبلنا صحيح بحريتنا خلقنا بشو في المسيح يسوع نحن طب لا شو خلقنا لنروح نخطيه لا لا شو خطينا قفاسو السنين خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها يا حبيبي ما تعتلها مشو بك تعمل أعمال رب محضر لك خدمة حسب مواهبك كل واحد عنده مواهب مثل ما بقلنا قبل ما كونتك في أحشاء أمك عرفتك عرفتك وأنا إذا أنت اليوم اخترتني بلتني لأنه أنا لو كونني من قبل أنا اليوم عندي اختيار شو ما كانت كلنا كوننا وعرفنا ولكن هل عنا نحنا بحريتنا اللي عطينا إياها نقبله بالمحبة اللي عطينا إياها نقل له يا رب نحنا منشكرك ومنحبك وبدنا نخدمك في أعمال جاهزة سبق الله وأعدها لنا لنسلك فيها كيف هو المسيح هو سلامنا هون بيقول نرجع من نحكي عن العداو وكذا فهون مهم كتير نحنا نعرف إنه بس النال بالنعمة الخلاص بقلنا مربولوس مربوتروس بقلنا ونمو في النعمة في معرفة ربنا مخلصنا يسوع المسيح له المجد للأبد يعني أنا بس أخلص مش تارجع روح على الحياة القبل الإيمان في قبله شغلة مهمة هنا في بشرة اسمها من قال أني أعرفه في بشرة اليوم عاملين اسمها ومن قال أني أعرفه وما عمل بوصياه هذا يعني قال أنا مؤمن هم عم يعمل بوصياه شو بيطلع شو بيكون كزاب كزاب مش أنا أنا عم بقول كلمة الله بيكون كزاب ما في حق لأنه اللي بيقول أنا بعرف يسوع بده يعمل قدمة فيه بوصياه بده يعمل قدمة فيه وبده يعرف أنه ما يفتخر لأنه أصلاً شو ما عميل هي نعمة من عند الرب حتى المحبة والأعمال هي نعمة تعريف بالمعمودية بناخد ثلاث أشياء زيادة عن الروح القدس شو نيني تثبيت لا بالمعمودية بناخد ثلاث أشياء لإيمان الرجاء والمحبة مش هيك عم قول سكب الروح فينا المحبة اللي عنا اللي هي الأجابي محبة إلهية مش الفيلادلفيا اللي هي المحبة الأخوية شفوا هي المحبة الإلهية اللي بتجي من فوق نحن نترجمها بالعربي محبة بس باليوناني في عدة كلمات الأجابي هاي المحبة الله سكب فينا بيروحوا لقدوس مش إن هيك منعمل إشياء أو منسامح أو غير ناس بيطلع فيك بيقول لأخي غير منطقة ليش أنت عملتها لش سمحتوا هادو شو هبيلة إذا هيدا الهبيلة اللي عم بفوت بالحياة اللي عم يغفر لخيو نشكر الله على هالبساطة وعهالهبل لأنه هيدا هبل مبارك مبارك للفقرة وللمتوضعين الرب ما بيقول لك هولي الكبار والحكمة وكذا خزنون قال بحكمتكن لك بحكمتكن كلها جبت الصليب تخلص العالم الصليب اللي هو لعني واللي هو بهدلي واللي هو ولا ممكن دماغ يفهمه إجاب من عغراء بطول إجاب حتى لما يقلنا طوبة لأنقياء القلوب لأنهم يعينون الله هياها تكمل لك عن النعمة بيقول هون بروما ستة بيقول مربولوس به نلت النعمة بيسوع لأكون رسولا من أجل اسمه نحن من أجل اسم يسوع رسل ومبشرين قال تكونونا شهودا لي فأدعو عم بيدعي هو جميع الأمم إلى الإيمان والطاعة عم نحكي عن الإيمان هيتا الروح نعمة الخطيئة قال لا إيمان بشوفي من بعده طاعة طاعة على مين لتكن مشيئتك صحيح شفوا هيدا المؤمن لا تعرف أوكي وأنتم أيضا منهم دعاكم الله عم بيحكي مع عالم ما كانوا كانوا أعداء لأله مثل نحن كانوا خطأ قالوا دعاكم الله لشو لشو لتكونوا ليسوع المسيح لتكونوا ليسوع المسيح مدعوين عليكم النعمة والسلام دعا عنا دعوة أداسة من بعدها مشيناك قلنا يسوع قال إن تحبوني تحفظونا وصاياي ريزيومي الخطيئة كلنا فيها كلنا كل الأديان وكل العالم وكل الهدى ما منقدر نخلص ما منقدر نكون بالمحبة الكاملة الرب عرف الشي بعث لنا ابنه دفع خطيئانا على الصليب لأن إحنا صلبنا وقالنا إذا بتقامنوا فيه هيدا الصليب الدم البريء اللي راح يغفر فيه خطاياكم وتخلصوا آمنوا فيه بشو علمكم جربوا عملوا قد ما فيكن وصاياك أنا بعرف إنكم شريرين طبيعتكم بتفرس خطيئة ما فيكن تعملوا لوحدكم رح اسكب لكم من روحي وعد الأنبياء رح حقيقوا فيكن ما رح تكونوا بشر نحنا مش بشر نحنا بشر فينا الروح الأدس نحنا مش بشر عادية نحنا أبناء الله فهيدي الباكتج اللي مقلنا فيها اللي هي كمان نعمة مش حدا بشو آه وآه وشو منه قوي ما حدا قوي ليس بتقوانا ولا بقوتنا فعلنا ذلك من بعد ما قاموا مكرسح إلو أربعين سنة بطرسو يحن بل بشو لا بتقوانا ولا بلعمل بشو باسم يسوع المسيح هيدا الرجال اللي وقق إلو أربعين سنة وقف ما حدا بيتطلع فيه مش واقف ملقوح مكرسح هلأ وقف قدامكم باسم يسوع المسيح اللي أنتو شو صلبتو نشكر الله إنه يسوع المسيح قبل الصليب بس بدي أفهم أنا نتيج الصليب ونتيج الصليب هي ها الخلاص لكل مين بيقامن فيه بالنعمة ها النعمة بس نحكي عن النعمة ها النعمة نحنا بعهد النعمة بتقول لكنيسة الكاتوليكية شو النعمة إنه أنا مش بأعمالي بدعة من البدعة نقول بأعمالنا نحنا رح نخلص ما فينا وبتعرف ليش خي شاربيل لو فينا نخلص بأعمالنا ما كان إيجا يسوع ما كان ضلينا باليهود وبالشريعة ما الشريعة بروفزيونال أكتر من هيك ما في عند اليهود كان ضلت وزادلون كم شغلة أو كان كل العالم بيخلصوا حي الله شو ما كان دينه كان بيخلص بأعماله لش بدي خبرة خبرية أعمال منيحة ما في ناس مش مسيحية أهم بكتير نحنا ما فينا نجي نقول لحدا تعقون مسيحية تكون أعملك منيحة ما في ناس أعملوا منيحة أحسن مننا بمئة مرة وما بيعرفوا يسوع بس نحنا بدنا نقلهم مش تعمل مسيحية شو ما كان دينك خي خليك مثل ما أنت بس بدك مخلص ما فيك تقول أنا عندي المحبة الكاملة ما حدا بدك مخلص والمخلص هو يسوع المسيح الألف والياء أعمال الرسل الأربعة الألف والياء أنا هو الباب والطريق أنا هو الطريق والحق والحياة لا يأتي أحد إلى الآب إلا بيه هالأدهينة كادو كادو نعمة آمن بيسوع اليوم شو ما كان دينك شو ما كان مضيك شو ما كانت خطياتك سلم حياتك لإله وقول يا رب بدي يكون تلميذ لإلك وبيتصرف وبيتصرف هو هو بيتصرف لأنه بدي يوهبك نعمة وروحه بدك تلبسه بدك تموت قالوا أنتم اللذين تعمدتم قد لبستم المسيح ما عدت أنت اشتريت أنت مسيحي مؤمن اشتريك دمه للرب يسوع المسيح على الصليب هالنعمة بدي إنما فيها بدي أكبر فيها استاذ عماد سريعاً شو هي مراحل الحياة الروحية إذا بدنا نحكي عنها بشكل كتير مختصر هلأ وجوابنا أنه إذن من ممكن أن يخلص عرفنا شو الجواب الحياة الروحية هي بتبدأ بهالولادة جديدة ما قال قال الله إن لم تعودوا كان من مولدة ولادة ثانية انسى قالوا كيف بدأ أرجع فوت عبطة الأم هالولادة من الروح من كلمة الله بقالنا مربط رس أنتم مولودون ثانية لا من زرع نيافنا بل من شو من كلمة الله التي هي حية إلى الأبد فأول شي هي الولادة الجديدة بآمن بيسوع بسلمه حياتي بقول له يا رب أنت اشتغل بحياتي أنا عايش لألك كمل حياتي ولكن بحطه أولوية بصير فكر بملكوت الله مش بضلني أرضي مثل الوسانية بصير عم فكر بالملكوت اللي أنا بكرة يمكن كون فيه بآخر هم الدنيا قيمتها بتخلص بهمني عمري قيمتها بيخلص قال له قصارك يأتي ليلاً فأول شي هي الولادة الجديدة تاني شي دونك الولادة بالنعمة ها النعمة اللي بيخدها تاني شي ببلش التلمز ضروري التلمز نحنا كمان بشرير عم بحاربنا أوقات كتير ببساطتنا وبطفلتنا أمواج بتخدنا وبتجيننا تعليم بتخدنا وبتجيبنا منا عارفين شي عن كتير أمور مش دايماً على المؤمن في مسؤولية أكيد على الكنيسة وعلى الرعاة وعلى التبشير وعلى النمو وخصوصاً بالإداس ومنحكي دايماً أن الرسائل لازم تتفسر الإنجيل لوحده لو بكفي العهد الجديد كان بينتهي عند يوحنا ولكن الوحي يكتمل برسائل وتعاليم الرسل اللي تلاقوه من الرب قبل ألامه وبعد قيامته أربعين يوم لذلك نحن علينا الننمى المسيحي ما في يقول خلص تربني على إيماني خيأ أنا هلقدي بعريف وقول لا لأن لازم ينمى لا طيعت ثمر صحيح ولادة جديدة نمو ندوج ثمر أنا مني مؤمن بس تكون مثل التينة اللي موجودة ما عم بتعطي ثمر شو عمل الرب إجا السنة إجا الثانية قالوا إجا وما كان موسمة في محل بالإنجيل إجا وما كان موسمة وعتبها لما جابت ثمر فالثالثة هي الثمار والثمار الثمار هون منكون بالأداسة بطريق الأداسة هون بيقول مربولوس أنا أعلم بأني ما نلتو هذه الجائزة إنه تكون أنا من الأول ولكن أسعى أركض هون منوصل لأوقات كتير نحن منقول سلام المسيح مثلا إنه إنه واحد يكون راي بدك سكوت ما فيك تكون أنت راكض وما فيك مربولوس كان طول عمره يركض وساع بحبس وساع بشخطورة وساع بكذا وكان عنده سلام بس هيدا سلام المسيح هيدا سلام المسيح إذا بدك فينا نحكي شو هيدا بس هون أنتو كان عنا ولادة جديدة بالنعمة أعمال نمو ندوج ثمار ثمار وقداسة بمختصر إذا بتحب نحكي عن سلام المسيح السلام أول شي هو اسمه سلام يسوع المسيح إذا بتطرر رسائل أغلب الأوقات ببلشو عليك النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح وبتنتهي نعمة ربنا يسوع المسيح وسلامه يكون معكم النعمة اللي هلا حكينا عنها بس تعرف فيها شو بيصير عندك سلام من حيثه لا تدري من حيثه تدري أنه من النعمة أنت مخلص صار عندك شو سلام بيجو باكيج النعمة والسلام بيجو مع بعضهم هاي سلام المسيح سلام المسيح مش إنه أنا أحكيك شاربي يسوع بحد نعم مش هاي سلام المسيح هو أنا أكون مأكد بكل إيمان وكل رجئ وكل محبة إنه أنا من نلاقي لي أنا أنتمي لا يسوع المسيح وأنه أنا قدم فيه كل يوم بد بنعمة الروح الأدس اتحول من صورة لصورة لسير إشبه يسوع أكتر لو إبليس بده يتهمني بخطاياي بده يقول له يسوع ما خلص شغله فيه وإنت ما خلصت حربك علي ولكن أنا بده أقلبه السلاح الله الكامل وجاهد لفوز بالجايزة الأولى هيدا السلام بيكون عندي رغم الشدة رغم الصعوبات رغم شو قال أنا أتيته لأعطيكم شو سلامي لا كما يعطيه العالم هيدا سلام المسيح سلام المسيح هو شو ما كانت الشدة شو ما كانت الظرف شو ما كان كذا عندي شو سلام المسيح اللي بيجي مع النعمة إذا ما فهمت النعمة ما في سلام في قلق في مشاكل كل هول اللي نحنا فيه نهلأ بالعالم لأنه نحنا بحاجة لنرجع نوع على النعمة ومنشكر الكنيسة اللي عم تطلب أنه تعليم النعمة ترجع ينحكى أكتر عن النعمة المؤلها المبررة وعن الروح الأدس اللي بيشتغل فينا تال مؤمن يعرف أنه منه لحاله أنه في قوة قالوا تنالونا قوة في قرى الشريم هي قوة الروح الأدس اللي بتشتغل فيه لمجد الآب والابن والروح الأدس إنهم المجد للأبد أمين أمين خدم حركة عماد بالجانب بدأت شكر وجودك معنا وكمان نقعد مشاهدين كمان بغير فقرات وحلقات كمان فنحكي ونفسر أكتر هالتعليم اللي بنفعل عم بتبسط لنا إياها بطريقة نقدر الكل يفهمه نشكر الرب على كلمته ونظلنا سبتين فيه اليوم ما فيه سحب إيا أنا معواد أسحب إيا نسحب إيا هيت تشوف شو مضي يطلع عن يوم منشكرك دايما عن النعمة اللي عم تشتغل فيها يا خينا شاربيل من غلب أكون له إلها ويكون لي ابنا رؤية أف يعني يعني بعدنا يعني مفسر حالة خلال الحلقة دائما الكلمة دائما بحياتنا هي فعالة فعالة الكلمة فعالة حية هاي دي الكلمة اللي عنا مانا كلمة مكتوبة حبر حبر على ورق هي كلمة حية وفعالة وقمضة من كل سيف زو حدين وخارقة إلى مفارق النفس والقلب والمخاخ ومميزة أفقار القلب ونواياه هاي دي الكلمة اللي بين إيدينا اللي نحن أوقات عم نكون هاملينا هلين نرجع لإلى بأسرارنا بالإداس بالكنيسة بوين ما كنا وبيبيوتنا بعيالنا ونفلو تلساننا على الكلام عن الله نحن بنحكي عن كل شي إلا عن الله نجتمع نحكي عن الله نفتح الكتاب نحكي عن الله مش ضروري أبونا يكون معنا أبونا بيكون معنا إذا فيه إداس إذا فيه أسرار ولكن للبشارة نحن مسبتين عنا سر التسبيت هو سر التبشير كلنا كهنة عن مين كلنا كهنة عن مين نحن كهنة هيدا مش رأي هيدا تعليم لكنيسة نحن كهنة دورنا الأساسة هو التبشير باسم يسوع المسيح بحياتنا وبشهادتنا باللساننا لو استدعى الأمر شهادتنا بالدم هليلويا هليلويا أمين مجد للرب نعمة وسلام الرب مع الكل ومعك أكيد مرسي لألك بترجع تشكر وجودك معنا ومثل ما وعدنا المشاهدين يكون عنا غير حلقات كمان تنفسر الإنجيل مشيدينا آخر فاصل بحلقتنا ومن الرشاة